موسيقى موسيقى اليوم أنا سعيدة جدا بالإعلان على اختتام هذا الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات سعيدة لأن الحصيلة كانت إيجابية جدا بحيث كان واحد الإنخراط كبير من جميع مكونات المجتمع والدليل على ذلك هو عدد الأنشطة التي تم تنظيم ديالها من طرف القطب الاجتماعي لوزارة تضام الإدماء الاجتماعي والأسرة تعاول وطني وكالة تنمية الاجتماعية والمعهد الوطني العمل الاجتماعي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة الدنمارك فكان عدد الأنشطة التي تنظمت 980 نشاط ساهم فيه رقم قياسي أكثر من 72 ألف مشارك ومشاركة في هذه الأنشطة وأيضا كان هناك عدد من التوصيات المهمة لخرجات من هذه الأنشطة كان على رأسها محاولة التحسيس أكثر داخل الفضاء الأساري لأن العنف أكبر نسبة من العنف تجي من الزوج أو الطالق أو الخاطب فإذن كانت هناك توصيات قوية حول تحسيس بمحاربة العنف داخل الوسط الأساري وأيضا داخل الوسط المدرسي كانت أيضا من توصيات جاءت أيضا توصيات على تسهيل الولوج لخدمات سواء خدمات تبليغ أو خدمات التكفل وفي هذا الإطار يعني وزارة تضام الإدماج الشماعي والأسرة أطلقت اليوم منظومة رقمية جديدة هي جسر أمان لتكفل بنساء ضحايا العنف اللي كانت تمكن جمعيات المجتمع المدني أو النساء أو كل من يهمه يعني أن يسهل ولوج نساء تعرضنا لنعنف لخدمات التكفل فكيدخل بوابة وزارة تضام الإدماج الشماعي والأسرة تلقى جسر أمان وممكن يستفد من هاد خدمات التكفل وأيضا تشبيهك ما بين المراكز لأنه وصلنا أكثر من 105 مراكز لتكفل بنساء ضحايا العنف في جميع نحاء المملكة فهذا المنصة كتخليهم يشتغلوا فيما بينهم يكون عندهم واحد فهم كيتبادلوا فيه التجارب الفضلة وكيكون تواصل معهم عبر هاد منظومة الرقمية نريد أن نشير إلى أن هذا الإنخراط الكبير اللي عرفته بلدنا هذه السنة ما هو شغرب يعني لأنه أخذ بعيد الاعتبار الدينامية الإيجابية جداً لكتعرفها بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلال ملك محمد السادس نصره الله عبر أوراش كبرى كما تعلمون سواء ورش الحماية الشماعية أو ورش مراجعة مدونة الأسرة فبلدنا كتعرف واحد دينامية حقوقية قوية للنهوض بوضعيات النساء والولوج لحقوقهم والأجمل والجميل هو أن هناك انخيرات كبيرة من جميع مكونات المجتمع فهذا كيبين أن المجتمع برمته مهتم بوضعية المرأة وبقضايا المرأة وأيضاً مجهودات الحكومة اللي كتقوم بها لتفعيل الأوراش الملكية الكبرى اللي شرط لها فإذا نتعاونوا جميع ونعملوا اليد في اليد باش هذه المجهودات ما تضحش يعني ما توقفش بهذا الوقوق في اختتام الحملة بل خصها تستمر طول السنة باش يكون تفعيل ديال هادة توصيات اللي جات بها المخرجات ديال الأنشطة اللي تنظمت في إطار الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء وشكراً لكم ننخرط اليوم في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء اللي علنت عن انطلاق ديالها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ونخرطنا بجموعة ديال الأنشطة على صعيد سيدة قاسم من بينات هاد الأنشطة أيام الأبواب المفتوحة اللي عرفنا فيه على خدمات اللي قدمها الفضاء المتعدد للوظائف للنساء فضعية صعبة من استماع استقبال الدعم نفسي يعني ودعم قانوني وكذلك مواكبة وخصوصاً التكفل داخل مركز الإيواء وتقديم مجموعة الخدمات لهؤلاء النساء من بيناتهم الوساطة وكذلك تربية الولدية كذلك قدمنا أو نظمنا مجموعة من الأنشطة مناشط في المعهد التطبيق عفواً المعهد المتخصص لتكنولوجيا التطبيقية بسيدة قاسم لأكثر من 85 طالب وطالبة اللي ادفعنا معه معهد الناشئة معهد الشباب واللي شرحنا لهم بعض مقتضيات قانون 113 وكذلك عملنا على الحد ديالهم على النبد العنف وكذلك على التبليغ في حالة وقوع العنف للقضاء عليه النشاط الثالث كان داخل الفضاء المتعدد الوظائف للنساء في وضعية صعبة واللي كان الفائدات مجموعة ديالنساء بما فيهم نساء اللي تعرضوا العنف واللي في الإيواء وكذلك جمعيات المجتمع المدني واللي كان بالمشاركة مشكورة للنيابة العامة والجمعيات المجتمع المدني اللي شاركوا معنا في نادي سينمائي بشكل خاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة